بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمريكان بيشددوا على الروس وبيستفزوهم استفزاز شديد جدا والوضع في أوكرانيا بيتأزم والعام هذا على فكرة شكله فيه مصائب كثيرة بالله أعلم حتى المتحدث باسم الرئاسة التركية قلن قلها يعني بصراحة قل نتمنى السلام ولكن يبدو أن العام هذا سيكون أكثر سخونة إيه اللي بيحصل هناك أمريكا باختصار بتزود أوكرانيا بأسلحة أبعد مدى وأشد فتاكة وأشد دقة في الضربات وبعد كده طبعا الروس جنونهم إيه اللي هيحصل وأمريكا عايزة إيه والروس عايزة إيه والخلاف فيني حتى بالضبط ده اللي هنقشه في الفيديو فخليك معايا الكل يتآمر علي في البداية أقولك ما قبل الحرب ومختلف تماما على ما يجري أثناء الحرب ومختلف تماما على الحالة اللي هتستقر عليها بعد الحرب ده لو الموضوع ما تطورش إلى حرب عالمية تلتة وأنا لا أتوقع أنه سوف يتطور إلى حرب عالمية تلتة المهم إيه اللي حاصل قبل الحرب الروس لهم فلوس في الخارج ولهم اللي هو الرصيد الاحتياطي بتاعهم ستمائة مليار ستمائة وخمسين مليار في عشرين في المية داخل روسيا وفي 80% بره روسيا يعني مبلغ ضخم جدا حوالي نصف تريليون يزيد أو يقل قليلا وهذا المبلغ يعني تقدر تعتبر هو التحويشة بتاع روسيا على مدار العشرين سنة أو التلاتين سنة اللي فاتوا بتوع البترول جاءت أمريكا جمدت كل هذه الأموال في ساعة من نهار طبعا دي عايزة فقرة اقتصادية مش هخوض فيها كثير الوقت لأنها عملها حلقة لوحدية لكن أنا حبيت أقول لك الوضع كان إزاي قبل الحرب روسيا تتحكم في 650 مليار الوقت ما تتحكمش إلا في 150 مليار اللي هم داخل بلدها ويمكن مثلا حد خايف هنا أو هناك أو كده فده وضع أمريكا مش عايزة تسيب الفلوس دي مبلغ ضخم وعايزة تكسر روسيا وأنا قلت لك قبل كده أن الاقتصاد آلة حربية وأنه هو ما يأخذ مال القصم مش معناه أنه هو طمعان في المال فقط ده معناه أنه هو عايز يعجز القصم أنه هو يمنعه من دعم الحرض ويمنعه من تحديث الميكانة العسكرية ويمنعه من المصروف على الجند ويمنعه من الدعم ما هنا وهناك ويمنعه من حل الأزمات الداخلية بدعم داخلي ويمنعه من أمور دي كلها يعني لو ما فيش اقتصاد قوي وما فيش فلوس ما فيش حد يقدر يصمت في المعركة كده فالخلاصة دي فقرة في منتهى الأهمية ومحور خلاف وحتى لو أمريكا أفرجت عن الأموال هتفرج عنها بشروط وشروط قاسية جدا فما علينا من الحتة دي لأننا عايزة تناول الحتة العسكرية والاقتصالية دي إن شاء الله عملها حلقة لوحدها فالنحية العسكرية بقى يا ابو الشباب إن روسيا سيطرت على البحر أزوف وضمنت الخروج بسلام من بحر أزوف عبر مضيك كيرتش أو كيرتش بيتقوها كده وكده يعني مرة فيها ته ومرة ما فيها ته وبعد كده عايزة تضمن إن هي تعبر بسلام وده عشان تضمن الحكاية دي عايزة تسيطر على خريسون زابروجيا والقرم ده مبدئيا ودونتسك كمان يعني وطبعا هي وغدد اللي لغة نسكي من قبل يعني عايزة تسيطر على الحاجات دي كلها مع بعضيها عشان تحول بحر أزوف إلى بحيرة روسية خالصة وتضمن الخروج عبر المضيق اللي هو كيرتش إلى البحر الأسود وأمريكا مش عايزة الموضوع ده فأمريكا قررت إن هي سوف تمد أوكرانيا بأسلحة قريبا الأسلحة دي مداها يصل إلى جزيرة القرم وجزيرة القرم دي استراتيجية للغاية لأنها بتمكن اللي يمتلكها من أنه هو يمسك المناطق الشرقية لأوكرانيا وبتمكنه من السيطرة على المضيق اللي هو كيرتش وبتمكنه من السيطرة على أجواء كثير والرقابة والتجسس يعني هي في الحقيقة موقع تمركز عسكري رهيب ومسألة مهمة وحيوية للروس فأنت عارفين أن الروس محتلين للقرم من زمان من 2014 أعتقد أو كده إن ما خنتنيش الزاكرة لكن الأمريكان عايزين يدخلوا بقى في الحل النهائي الموضوع بتاع القرم ده أنا هقول لك روسيا مش مستعدة تفاوض على القرم ومش مستعدة تفاوض على الأقليم اللي هي حررتها وأعلنوها صراحة وقال لك لن نتفاوض على هذا الأمر والسكان لهم حق تقرير المصير طيب أنت لما تروح للسكان اللي هم في القرم وفي المقاطعات الأربعة اللي هم انضموا للاتحاد الروسي هتلاقي أن بوتين خلال الفترة اللي فاتت بتاع الحرب والفترة اللي قابليها كمان كان فيه شغل مخابرات قوي جدا في المنطقة دي وعمل عملية غسيل مخ للناس هناك وعمل عملية تغيير ديمغرافي كمان يعني جاب روس وأعادهم هناك وبعد كده أو الأوكرانيين الناطقين بالروس برضو عشان ما نظلموش هو طبعا مجرم وقول اللي انت عايزه لكن احنا عندنا الحق والانصاف والعدل فالخلاصة فيه أوكرانيين كثير جدا ناطقون بالروس ده من زمان فالناس دي في المنطقة دي طبعا كل ولاءها للروس فالوقتي أمريكا لما تيجي أن هي تطلب أن المقاطعات دي ترجع لأوكرانيا اللي هيحصل أن الروس هيقول لك ده ضد إرادة السكان المحليين عايزين تجيبوا الأمم المتحدة هنا وانتوا عندكم مبدأ في الأمم المتحدة بيقول أن الشعب له حق تقرير المصير تعالوا اعملوا استفتاء تاني لو انتم مش مصدقين الاستفتاء اللي أنا عملتوا تعالوا اعملوا وشوفوا بنفسكم وطبعا روسيا هتقول الكلام ده بكل طمأنينة لأن هي غيرت مفهوم السكان ومن ناحية تانية عملت تبديل ديمغرافي يعني هي هتضمن أن فوق التمانين في المية ويمكن أكتر من كده أن هم هيقولوا أن هم عايزين ينفصلوا عن أوكرانيا وبالتالي بوتين هيقولهم أن لو عملت كده أشترط عليكم أن انتم تحترموا رغبة الشعوب في تقرير مصيرها بناء على بنود الأمم المتحدة والمسائل دي وبالتالي لازم تكون الدول معترف بها وبالتالي أمريكا لن تقبل بهذا الشيء أبدا لأن هي كل أحلام أمريكا إن هي تحبس روسيا في بحر أزوف عايز أوضح لك أن الصراع الحقيقي بين أمريكا والروس في منطقة أوكرانيا هو أن أمريكا عايزة تحبس الروس في بحر أزوف لأن بعد فشل الإنقلاب العسكري في تركيا 2016 أمريكا فقدت السيطرة على البسفور التركي وده كان بيحبس الروس وفقدت السيطرة على الدردانيل التركي وده نفس الشيء كان بيحبس الروس سواء في الدخول أو الخروج إلى مياه بحر إيجا ثم البحر المتوسط فالخلاصة في هذه النقطة أمريكا بعد ما فشلت في أن هي تحبس الروس الروس انطلقوا بشكل رهيب وتمركزوا في ليبيا زي ما حكيت لكم القصة قبل كده وخربوا المستعمرات الفرنسية في داخل إفريقيا وبيهدي للسيسي ويهدي لقناة السويس والوقتي أمريكا ما فيش قدامها إن هي ترجع تتحكم في العالم إلا أمرين الأمر الأول إن هي تنجح في حبس الروس وده صعب لأن أردغان مش هيوافق على حبس الروس لأنه الروس هم بيتصرعوا مع الأمريكان في المناطق دي والصراع بيصب في مصلحة المسلمين فأردغان مبسوط جدا من الحكاية دي فمش هيسمح باستعمال المضائق المائية التركية في هذا الأمر أبدا وده مصلحة كبيرة حققتها روسيا طيب روسيا تعمل إيه قالت لك خلاص أنا مش أدري أحبسهم الوقت في بحر أزوف لأنه مش عايزين مشاكل مع تركيا وتركيا رفض الموضوع ده والمعاهدات الدولية مع تركيا وتركيا بتتصرف بشكل قانوني يعني عارفين الحتة لإيه فقال لك خلاص يبقى الحل إيه يبقى الحل هو حبس الروس برضو بس بقى مش في البحر الأسود لا في بحر أزوف يعني في الشمال الشرقي للبحر الأسود مضيق اسمه كيرتش ومرة يقول كيرتش يعني من غير تاء والمضيق دوت يا أبو الشباب أمريكا لو سيطرت عليه تقدر تحبس الروس مرة تانية لسه حبسة أسوأ من اللي كانت حبسها لهم في تركيا ده كل الصراع الأوكراني على هذه المسألة وبعد كده يشترطوا عن الروس ويركعوهم ويركعوا يسودوا العالم مرة تانية ده حل قدام الأمريكان الحل التاني أنهم يقوموا محربة عالمية ويكسبوها فهم يقدروا يقوموا محربة عالمية لكن حتة يكسبوها دي بقى مش مضمونة وممكن يكون فيها دمار العالم كله الإسلفزاز الأمريكي للروس على فكرة يعني ما أعتقدش أن روسيا هتقبل أن هي تتحبس مسألة مش منطقية بالمرة ومحدش هيقبلها والنهاية أعتقد ممكن الدول الغربية تبدأ تفكر في المصالحها بشكل مستقل وتبدأ تفكر في أن هي تعمل معاهدات مع الروس والصين لكن المشكلة مش في المعاهدات المشكلة في الضمان المشكلة في ضمان التنفيذ بشكل برجماتي وضمان أن محدش يرجع يخضر لأن كل واحد فيهم عارف أن المعاهدات دي هي مرحلة مؤقتة واللي بيتمكن بعد كده بيرجع أن هو يخضر بخصمه وما فيش بقى لا ديانات ولا أخلاق ولا مواثيق ولا عهود ولا أي شيء من هذه الأشياء ده خلاصة الصراع هناك أنا أعتقد أن أمريكا بأن هي كل شوية تزود أوكرانيا بسلاح وكده ممكن بلاروسيا تدخل في الحرب ويقطعوا خطوط الإمداد بالقوة عن الأوكرانيين بشكل أو بآخر وبعد قطع خطوط الإمداد يا أبو الشباب الأوكرانيا كلها هتسقط في فك الروس ولو سقطت أوكرانيا في فك الروس بوتين مش هيسأل في الغرب ولا هيديهم حاجة وهيزلهم أكتر ما هو زللهم ده الغرب الوقت فرصته أنه يدخل في مفاوضات مع بوتين وبعد كده أنه يحصل نوع من الالتزام ونوع من الاتفاقية والأمور تستقر إنما لو بوتين تمكن ما أعتقدش أنه هيفكر في أي معاهدات وهيبقى المسألة مسألة قوة والقوة تفرض الواقع وتحميه كما قلت لكم من قبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته